اشتركوا في القناة اضافة الى الفرص التدريبية للباحثين عن عمل من كافة المؤهلات الدراسية ويأتي ذلك المعرض ضمن سلسلة من معارض التوظيف التي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مختلف محافظات المملكة في إطار تكذيف مبادراتها لتعزيز فرص التوظيف النوعية وإتاحة الفرصة كذلك لأصحاب العمل للحصول على احتياجاتهم من الكفاءات والكوادر الوطنية وإدماجهم في مختلف التخصصات الوظيفية والمهنية هذا يعتبر معرض عام تشارك فيه تقريبا اربع واربعين منشأة قدمت ثمانمائة وعشرين وظيفة شاقرة رواتبها لا تقل عن ثلاثمائة دينار وبنك الوظائف تم اختيار تقريبا اربعمائة وظيفة بعد رواتبها الله الحمد مردودها طيب ولا تقل عن ثلاثمائة دينار وقدمنا أربعمائة وستين برنامج تدريبي من خلال هذا المعرض لجميع الباحثين العمل مجانا لتدريبهم وتأهيلهم وجعلهم منافسين في السوق وهذا دليل على أن الاقصاد البحرين الله الحمد لا زال يولد وظائف وقوي يعني رغم الظروف التي تحيط بالدول الخليجية والعربية رعى الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين رعى افتتاح أعمال مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتقاعد وأكد الشيخ محمد على أن التأمين التقاعدية في البحرين بحاجة إلى تغيير شامل وجذري يستهدف رفع سن التقاعد إلى ما فوق حاجز ستين مع ارتفاع متوسط سن الحياة على مستوى مملكة البحرين والدول الخليجية ويناقش المؤتمر النظرة المستقبلية للتقاعد وحاجات المنطقة وتعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل استدامة أفضل وتحديد أنماط إدارة استثمارات محافظ التقاعد كما باحث المؤتمر الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتأسيس مظلة حماية اجتماعية للعمال الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي موضوع الحقيقي معقد لأن معدل العمر في العالم يزيد في المنطقة عموما وبذلك معناته أن الواحد يتم في التقاعد مرة طويلة التقاعد عن سن الستين أصبح نسبيا مبكر في كثير من العالم نتأخره سن التعاقعد إلى خمسة ستين وسبعة ستين والحقيقة أن موضوع التقاعد موضوع التأمين التقاعد يحتاج إلى تغيير شامل وجذري في العالم كله نحن نتكلم عن كيف أن أصحاب الأعمال والشركات الكبرى كيف يحفزون الإنتاجية عن طريق الاهتمام بالموظفين ومازاياهم الوظيفية وخطط التقاعد إليهم وكيف أن هذه المؤسسات تبدي التزامها لمستقبل الموظفين ومستقبل الموظفين لا شك أن التقاعد هو أهم مستقبل الذي ينتظر كل إنسان عامل مهما كان هو مدير عام أو موظف بسيط أو مدير متوسط والآن نلقي نظرة سريعة على أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل نشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم ونبدأ كالمعتاد مع بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الخضراء بارتفاع نسبة 0.49% عند مستوى 1276 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والصناعة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين وثلاثمائة وسبعة وعشرين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت خمسمائة وثلاثة وعشرين ألف دينار تم تنفيذها من خلال تسع وثمانين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة من نسبته 45% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة نتابع الآن إغلاقات البورصات الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع بنسبة تقارب 14 نقطة مئوية عدى مستوى 6967 نقطة مدعوما بارتفاع مؤشر قطاعي إنتاج الأغذية والخدمات الاستهلاكية بورصة الكويت أغلقت على انخفاض بنسبة 0.71% عدى مستوى 6210 نقاط بذلك لضاعف التداول على مؤشر قطاعي التأمين والتكنولوجيا ننتقل إلى الأسواق الإماراتية ونبدأ مع سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي أغلق بارتفاع بنسبة تقارب النصف نقطة مئوية عدى مستوى 4295 نقطة بسبب تقدم مؤشر قطاعي الاستثمار والخدمات المالية فيما سجل سوق دبي المالي انخفاضا بنسبة 0.46% عدى مستوى 3428 نقطة بسبب النزول لانخفاض مؤشر قطاعات الاستثمار والخدمات المالية وأيضا السلاع الاستهلاكية في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة طفيفة جدا 0.04% عدى مستوى 5110 نقاط مدعوما بتقدم مؤشر قطاعي الخدمات وأيضا الصناعة ارتفاعا بنسبة طفيفة جدا